القانون العام للغازات حاول العلماء منذ القدم تفسير سلوك الغازات فقام العالم شارل بوضع قانون هام متعلق بالغازات يصف العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة حيث نص على أن حجم مقدار محدد من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الضغط ويمكن تمثيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية تي درجة الحرارة تتناسب طردياً مع V الحجم أما العالم بويل فقد وضع قانوناً للغازات أيضاً ولكنه يصف العلاقة بين الحجم والضغط عند ثبوت درجة الحرارة والذي ينص على أن حجم مقدار محدد من الغاز يتناسب عكسياً مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت درجة الحرارة ويمكن تمثيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية V الحجم يتناسب عكسياً مع P الضغط وأخيراً وضع العالم أفوغادرو مبدأه الشهير الذي ينص على أن الأحجام المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي عند نفس درجة الحرارة والضغط على عدد متساوي من الجزئات ويمكن تمثيل القانون بالعلاقة الرياضية التالية V الحجم يتناسب طردياً مع N عدد المولات والآن نستطيع القول إنه بتوحيد تلك العلاقات السابقة جامعها نجد أن V الحجم يتنسب طردياً مع N عدد المولات وT درجة الحرارة وعكسياً مع P الضغط ومنها نجد أن حاصل ضرب P الضغط وV الحجم يتناسب طردياً مع حاصل ضرب N عدد المولات وT درجة الحرارة وباستبدال علامة التناسب بيساوي وثابت التناسب نجد أن حاصل ضرب P الضغط وV الحجم يساوي حاصل ضرب N عدد المولات وT درجة الحرارة وثابت التناسب R الثابت العام للغازات R يتم حساب القيمة العددية للثابت العام للغازات R من المعادلة R يساوي حاصل ضرب P الضغط وV الحجم مقسوماً على حاصل ضرب N عدد المولات وT درجة الحرارة حيث إن الثابت العام للغازات له نفس القيمة لجميع الغازات إلا أنه لو اختلفت الوحدات التي يقاس بها كل من الضغط والحجم فقط والغاز الذي يتبع القانون العام وجميع القوانين التي استنتج منها القانون العام للغازات تحت كل الظروف يسمى الغاز المثالي ترجمة نانسي قنقر